مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد من سلسلة تعلم الفرنسية بطريقة سهلة لمبتدئين درسنا اليوم يتعلق بأهم الجمل بالفرنسية لستمكنكم من التكلم بالفرنسية بسرعة الجملة الأولى التي تستعمل كثيرا في اللغة الفرنسية نجد أنا أكل الخبز جمانج دو پن جمانج هي أنا أكل أكل أنا أكل جمانج دو پن هو الخبز لاحظوا على أن دو پن لپن الخبز تكتب بپاين ولايسا بپاين پن جمانج دو پن لپن لپن جمانج دو پن أنا أكل الأرز جمانج دو ري الأرز هو لري لري وتنتهي بالزيد ولا تنتق جمانج دو ري لا نقول جمانج دو ريز جمانج دو ري لري جمانج دو ري أنا أكل الدجاج جمانج أنا أكل أو أكل جمانج دو پول الدجاج هو پول ولاحظوا على أن تُكتابي P-O-U رددوا معي من فضلكم وحضروا العشاء وحضر رددوا معي من فضلكم أُعِدُّ الْوَجْبَا رددوا معي من فضلكم أَقُومُ بِالتَنْدِيف أَقُومُ بِالتَنْدِيف لحظوا على أن فضلكم تنتهي بي أس ولا تنتقل أَقُومُ بِالتَنْدِيفًا أَقُومُ بِالتَنْدِيفًا أَقُومُ بِالتَنْدِيفًا لا نقل أَبِتِتْتَ أَبِتِي بُونَ أَبِتِي بُونَ أَبِتِي بُونَ أَبِتِي أَتَمَنَّا لَكُ أُمْسِيَا رَائِعَةً أو أَتَمَنَّا لَكِ أُمْسِيَا رَائِعَةً بَاْتِي بَاْتِي إِنِكْسِيَنْتِ سواری أَتَمَنَّا لَكُ أَبِتِي بَاْتِي 又 لمحة بِالتَنْدِيرَاتً بَاقِ расِبَتِي بإِنِكْسِيَنْتِ سواری لاحظوا على أن سواری تُكْتَبْ بِاوَخِصَنْ أَا أَوْ فِي آخری سواری إِنِكْسِيْنْتِ إِنِكْسِيْنْتِ Passez une excellente soirée رددوا معي من فضلكم Passez une excellente soirée لاحظوا على أن excellente تكتب بأ إكس سي وتنطق إكسيلان إكسيلانت Une إكسيلانت Passez une إكسيلانت soirée أنت في غاية الكرم Vous êtes très généreux Vous êtes أنت في غاية الكرم الكرم هو généreux أنت في غاية الكرم Vous êtes très généreux لاحظوا على أن généreux تنتهي بإكس ولا تنطق Vous êtes très généreux بالنسبة للمذكر أما بالنسبة للمؤنت أنت في غاية الكرم تقول Vous êtes très généreux Vous êtes très généreux هذه الجملة بالنسبة للمؤنث لاحظوا بالنسبة للمذكر نقول généreux بالنسبة للمؤنت نقول أنت في غاية الكرم Vous êtes très généreux généreux تكتب بآخر الكلمة بـ S-E وتنتق مثل الز Généreux Généreux اعتبر نفسك في منزلي Faites comme chez vous Faites تنتهي بـ T-O-S Faites كم شي vous Faites كم شي vous Faites كم شي vous Faites كم شي vous لم أقصد هذا Je n'ai pas fait exprès 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 لاحظوا على أن Faites تنتهي بـ T ولا تنتق Je n'ai pas fait exprès 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 اعتني بنفسك Prenez soin de vous Prenez soin de vous هذا بالنسبة لشخص نحترمه أو يكبرنا سنين أو عندما نريد أن نتحدث مع شخص في سننا أو شخص نعرفه كثيرا نقول له Prend soin de toi Prend تنتهي بالDS Soin de toi Prend soin de toi أما بالنسبة لشخص يكبرنا سننا أو نحترم كثيرا اعتني بنفسك Prendي soin de vous Prendي soin de vous اعتني بنفسك Prend soin de toi بالنسبة لشخص كما قلت لكم بالنسبة لشخص نعرف Prend soin de toi أو Prend soin de vous Prend soin de toi شكرا لها دل إطرا Merci pour votre complément Merci pour votre complément شكرا Merci لها دل pour votre إطرا هو complément خجول هو خجول إلي تميد تميد خجول هو إلي 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 تميد إلي تميد هذا إلي إنها غلطة سي ما فوت 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 لاحظوا عندما أقول غلطتي ما فوت غلطتك تفوت سي تفوت سي تفوت إنها غلطتك إنها غلطتي سي ما فوت ولهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس وتمنى أن تكون قد استفدتم منه وأخذتم مجموعة من المعلومات التي ستمكنكم من إتقان اللغة الفرنسية وكذلك أدعوكم إلى مشاهدة جميع الدروس السابقة فهي حتما ستساعدكم كثيرا على أن تغني ورصيدكم لكي تتمكنوا من نطق هذه اللغة بطريقة صحيحة وشكرا للجميع على مشاهدة الدرس ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس وكذلك التفاعل في التعليقات إلى درس جديد إن شاء الله ويوم سعيد